في هذا الفيديو سوف نستعرض معا بعض العيوب والقبائح والفساد في سلسلة انيمي دراجونبول الكثيرون ربما لم ينتبهوا لها لذلك في هذا الفيديو نصلط الضوء عليها ونحذر منها أولا الشركيات لا يخفى على أحد الشركيات في دراجونبول فهناك ترتيب معين للآلهة وإله أقوى من إله وإله يصارع إله وفق مزاعمهم فهناك مثلا كامي الأرض الذي هو من سلالة ناميك وهناك الكايو الذي يسكن في العالم الآخر وهناك الكايوشين الذي يعتبر سيد السابقين وهناك إله الدمار الذي يعتبر إله كون محدد ويعتبر هو والكايوشين وجهان إذا مات أحدهما فيموت الآخر وهناك من يرأسهم جميعا وهو زينو هذا الطفل يعتبر إله كل شيء وهو القوى المطلقة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ثانيا الملائكة لإله الدمار في كل كون ملاك موكل بي وكلهم يعتبرون أبناء للضايشيكان وهو الملاك الأكبر الذي يخدم زينو ثالثا الحياة الأخرى في دراجونبول عندما تموت تذهب لهذا المكان حيث ستحاسب من قبل هذا الكائن على أعمالك ويمكنه أن يسمح لك للذهاب إلى الكايو حتى تتدرب عمده هذا بالنسبة للشركيات فماذا عن الإباحية؟ دراجونبول يعتبر من أكثر الأعمال التي بها إباحية ولا يخف هذا على عاقل طبعا يضعون لك الإباحية على سبيل المزاح وحاها مضحك فهناك شخصية كاملة عبارة عن تحرش ولمس النساء وسأكتفي بعرض صورته الشخصية ثالثا المعازف هذا لا شك منه فلا يوجد عمل أبدا خال من المعازف المشكلة عندما ترى بعض المسلمين يروجون لهذه المعازف بل ويتناقشون عن أي أغنية أجمل من الأخرى رابعا الإلحاد يعد دراجونبول من أكبر الإنميات الإلحادية فهو يروج لخرافة التطور وخرافة الأكوان المتعددة فالكون السابع مثلا يعتبر نسخة طبق الأصل عن الكون السادس وفي رحلة الكايوشين مع زاماسو أراه تطور الكائنات عبر ملايين السنين خامسا السحر والبوذية المقاتلون في دراجونبول قوتهم تعتمد على طاقتهم الكاي وهناك للأسف الكثير من الناس الذين يعتقدون بوجودها والتي يستغلها جماعة العلاج بالطاقة وهي كغيرها من خرافات البوذية المبنية على التأمل والشرك والآن بعد أن رأيت كل هذا الفساد هل ستبقى تحب وتعشق كاتب هذه السلسلة تورياما؟ هل يعجبك كل هذا الفساد حتى تروج وتطبل له بل وتحزن على موته؟ وللأسف كونه يعتبر الأب الروحي لباقي إنميات الشونين فقد سارت على عهده باقي الأعمال واقتبست الشركيات والإباحيات منه ترجمة نانسي قنقر